للمرة الأولى منذ عقود تعيد الأزمة الأوكرانية إلى الأذهان من جديد مخاوف اشتعال حرب نووية على ضوء التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي والذي تسبب في تصعيد دافع دول الغرب لإيجاد سبل للرد على ما اعتبرتها استفزازات روسية ففي وقت تصعدت فيه تصريحات وتحركات روسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية كشفت مجلة فورين بوليس الأمريكية عن أن الحرب في أوكرانيا تهدد بسباق تسلح نووي جديد المجلة الأمريكية أشارت إلى أن الأزمة الحالية تثير عدة تساؤلات عن مستقبل تسلح نووي بين روسيا والولايات المتحدة وعلى رأسها ما إذا كان خطر التهديد النووي سيدفع كل البلدين للعودة إلى طاولة المفاوضات أم سيؤدي بدلا من ذلك إلى عودة سباق تسلح على غرار الحرب الباردة ويرى مراقبون أن الأزمة الأوكرانية قد تضع نهاية لجهود الحد من التسلح خاصة أن الهجوم الروسي أثار مخاوف لم تشهدها أوروبا منذ عقود تجارة السلاح بحسب معهد ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام بعيدة عن كل المعايير والقيم الدولية والأبعاد الأخلاقية حيث تتحكم جماعات الضغط من ملاك مصانع الأسلحة في لعبة الحرب والسلام وتنتفع من الصراعات والنزاعات بين الدول التي غالبا متصل إلى طرق مسدودة بسبب جهود الشركات الحربية التي تحرص على ترويج سلاعها القاتلة أما الدول العربية فقد احتلت لسنوات مواقع متقدمة في قوائم البلدان الأكثر استيرادا للسلاح عالميا واستحوذ هذا القطاع على جزء كبير من موازنات حكوماتها فيما تعاني أغلب شعوبها من الفقر والبطالة